معنا الأستاذ سعاد من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك دكتور عام نعمة وفضل الحمد لله الحمد لله حضرتك أنا عايزة أسأل حضرتك على حاجة تفضلي أنا عادة مع والدتي في البيت في نفس البيت أنا بس يعني عشان التفصيل يكون أهل أكتر أنا ليا شقة خصطبية بتاعت ملكي ملكهوزي يعني بس التقنين في بيت واحد فوالدتي عملانا وهي مشاكل غامدة جدا يعني بسبب أن هي ميالة دايما لأخويا ومراته وعياله أكتر من ننا فمعاملتها دايما معنا مش بترعي ربنا فينا زي ما بتعمل مع أخويا ودايما في مشاكل رغم أن هي تعبانة ومريضة وتبقى دايما برضو معهم في مشاكل وما نيجي نكلمها على صحيحة بتيجي علينا أحنا طيب فين السؤال بقى أستاذ سعاد أنا تعبانة ومش عارفة ومخايفة أخذب ربنا فيها يعني أنتي بتسأليني أنا لو ما نزلت لهاش ولا بتسأليني لو إحنا غيرنا سكننا أنتي بتسأليني أنا واحدة في الاتنين أنا لو غيرت سأجوزي أول حاجة مش رeles يغيري السكن طيب يبقى أنت بتقوليني أنا لو ما نزلتش ليها يبقى عليها اسم لأ أنا أنا عايزة أقعد أكتنبها نهائي يعني مش عايزة يبقى أكتر إن أنا لو هعمل حاجة ممكن نزالها يعني رأيها في النهاش لو عايزة حاجة هي عاملها عايزة ان انا اعود لوحدي. يعني كأنها سكنة معي. اه يعني كأنها جارة من الجيران مش كأنها امك. لا هي امي ان انا هرعيها لو عايزت مني اي حاجة. بس انا عايزة يعني ايه ما يبقاش المعاملة يعني ان انا خشة اولى ان في حاجات كتير بتحصل بتدعني عليها. وما بجي يتكلم هي بتدعل مني. وممكن تدع عليا. طيب. اما وان المسألة كذلك. فانا عندي حاجتين لازم انتي تراعيهم. اول حاجة لازم نتأكد ان انتي مش عندك حساسية مفرطة. عشان احنا نسيب مسألة صلة الارحم وبر الوالدين. احنا مش لازم احنا عشان نسيب بر الوالدين دي حاجة صعبة قوي. فلازم نتأكد ان انتي مش عندك حساسية. من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نشيلها من قلوبنا. ايه يعني لما ام اتعامل الاخوية. بطريقة هي لان هو بيحسن اليها اكتر. انا لو عملتها وما كنتش مركز في ده. ودايما اقول لها انتي ظلماني انتي بتيجي علي عشان اخوية. انا عارف الكلام ده ممكن بعض الناس ما يفهمهوش. لكن الكلام ده هو كلام العقلاء اللي هم شايفين ان المسألة كلها مسألة ارزاء. هي حب مقدر حب. الحبك في قلب حبك في قلب امك. ده مش رزق. رزق. فانت لو رضيت برزقك ده. قلبك عيعمر بالنور. فما الرضي فله الرضا. فربنا يرضي قلب والدتك عليك. اما وانك دايما تقول لها انتي بتهتم باخوية وعلى حسابي. وانتي بتحب كذا على حسابي. هي تحس ان انتي بتصغريها. هي ستة كبيرة وانتي بتصغريها. بتعلميها وبتقول لها كيخ. فهي ما ترضاش بدا. فتيجي تقول لك انا اللي علمك مش انتي اللي تعلمي. طب ما نبطل الكلام ده. جرابي شهر كده ما تقول لها اخويا وامراته. هتلاقي الامور كلها انصلحت. جرابي كده واقوله للناس حسنة. جرابي ادفع بالتي هي احسن. جرابي كده. لان دي امك في النهاية. انتي بتقولي لي ان هي بتدعي عليك. اكيد انتي قلت لها حاجة يا ظلمة مثلا. فتقول لك يا ظلمة طب انا عدعي بقى لان انا من الظلمة ودعايا مستجاب لان انا امك. بلاش الطريقة دي. لو انتي مش من الصنف ده. والدتك حصل لها اضطراب لسبب اسبابه وبدأت تقسى عليك. تعملي ايه? تترفقي. تترفقي بيا يعني ايه? تترفقي بيا يعني ايه? تظلي على ودك. لكن ان انتي تقطعي بيها. ولما هي تحتاج لك تعتبر ان انتي تخلتي عنها. لا انا مش مع ان انتي تتخلى عن والدتك. الا ازا كان فيه ازا يوصلك مثلا ان انتي يبقى عندك انهيار بعد الشر يعني. او ازا ان هي بتكون بتأذيك ازا حسي. لو مفيش ده او ده صبوري. وان شاء الله ربنا يدخلك الجنة. يقولي امك. اتحمليها. اتحمليها عشان انتي كمان عتكوني ام. عشان انتي كمان عارفة يعني ايه ام. اذا اردت ان ربنا سبحانه تعالى يكتبلك بر اولادك استمر في بر امك. هل الكلام واضح? اذا يا سادة احنا سرنا في هذه الحلقة. سرنا مع ماذا? سرنا مع الحب. واخر الحلقة كمان بنتكلم عن الحب. بنتكلم عن حب من? عن حب البنت الامها. الحب اللي مهم يفضل في حياتنا. يا ستي. قولي لام الكلام جميل. وطبطبي عليها. هي كبرت وتعبت. وتحملت. محتاج ان انت تحن عليها.